حدثة مدينتي أو جريمة مدينتي اللي راحت بسببها صيدلانية دكتورة صيدلانية كانت هي واسرتها موجودين في هما بيشتغلوا بره موجودين في الأجي في الأجازة وعندهم بيت في مدينتي كان فيه طفل بيلعب بالسكوتر ويعني المعلومات الأولانية أنه خدش عربية الطبيب الزابط اللي هو متهم الآن في هذه الجريمة حصل عملية دهس عدة مرات بالسيارة راحت الأم ضحية هذا الحادث الحادثة دي وقعت يوم 1 يوليو يعني من 8 أيام بالضبط بعدها في 3 أيام كان فيه بيان من أنيابة العسكرية أنه بالفعل المتهم قدم يعني سلم نفسه وأنه بدأت التحقيقات في هذه القضية تبقى لقانون القضاء العسكري نيابة العسكرية بدأت التحقيقات وقال البيان أنه لا أحد فوق القانون وأنه القوات المسلحة بتؤكد كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتتقدم بخالص التعازي والموساة لأسرة الفقيد ده كان في يوم 4 يوليو الحادثة زي ما قلت لكم وقعت يوم 1 يوليو يوم 4 يوليو صدر البيان الأول النهاردة 9 يوليو بيصدر البيان الثاني حيث أمرت نيابة العسكرية بإحالة المتهم بدهس أسرة بسيارتي في مدينتي بالقاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة البيان اللي صدر من المتحدث العسكري بيقول أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال وقت إحدى التجامعات السكنية بالقاهرة الجديدة أفاد المدعي العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهت التحقيقات الجارية في القضية المذكورة جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم وقد تم إحالة الدعوة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية يبقى يوم واحد حصلت الجريمة وقعت الجريمة يوم واربعة كان أول بيان يوم تسعة في تحرك سريع الحقيقة من القضاء العسكري استجابة للرأي العام وفيه يعني الحين هو دايما بيبقى فيه تحرك عاجل من القضاء العسكري والقضاء العسكري أحيانا بيكون أسرع شوية من القضاء المدني العادي لكن هذه القضية طبعا اللي استشعر فيها القضاء العسكري غضب واسع في الرأي العام الحقيقة أنه كان فيه تحرك سريع جدا سواء من النيابة العسكرية للتحقيقات أو من الإحالة العجلة جدا لمحكمة الجنايات العسكرية طب إيه التهمة اللي محال بيها المتهم الحقيقة هم تهمتين القتل العمد والشروع في القتل طبقا للفيديوهات وطبقا للتحقيقات وجهت له أنيابة العسكرية تهمة القتل العمد والشروع في القتل أيضا لأن عندنا ضحية هي الدكتورة الصيدلانية وعندنا أيضا في مصابين زوجها وأبناءها التلاتة وصديق زوجها بإصابات مختلفة كانوا يعني راحوا المستشفى بسببها مرة أخرى لماذا يحال طبيب ظابط لمحاكمة عسكرية لمرأش محاكمة مدنية هذا هو القانون القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول أنه قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66 وتعديلاته ينص على أن النيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيقات في كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخضعين لأحكامه بسبب أو وقت تأدية أعمالهم ده رقم واحد ده دي المادة رقم واحد لكن المادة رقم اثنين هي كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخضعين لأحكامه هنا هم الضباط والعساكر إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخضعين لأحكام هذا القانون من المدنيين إذن طبقا لهذا القانون الطبيب ده بما أنه هو ظابط يخضع للمحاكمة العسكرية ما نتمنى بس من القضاء العسكري والحقيقة يعني سرعة شديدة في التحرك هو أن احنا نعرف التفاصيل نعرف لماذا وقعت هذه الوقع ايه اللي كان بيفكر فيه هذا الطبيب وهو بيعني طبقا للي شفناه في الفيديو يعني احنا كل معلوماتنا بيانات العسكرية واللي شفناه في الفيديو عايزين نفهم هو ايه اللي حصل ليه عمل كده ليه التصرف كان عنيف بالشكل ده إذا كان ده طفل يا دوبك خدش بالعربية بالسكوتر فإحنا نتمنى أن احنا صحيح ممكن القضاء العسكري ما يكونش بيقول تفاصيل كتيرة بس نتمنى أن احنا نعرف هذه التفاصيل لأنه هذه القضية شغلت الرأي العام وفي النهاية هو مواطن طبيب ودول كمان ضحيته صيدلانية برضو أم يعني فعايزين نعرف هو ايه اللي حصل بالزبط لماذا حدث ذلك وإيه تفاصيل هذه القصة حتى لو كان القضاء العسكري لا يفصح عن تحقيقاته ونيابة العسكرية لا تفصح عن تحقيقاتها بس من حق الرأي العام أنه يعرف تفاصيل هذه القضية طالما أنها لا تتعلق بجريمة وقعت أو مش أو يعني قضية وقعت تتعلق بأمر عسكري ده قصة برضو فيها أطراف مدنيين فالحقيقة أظن أن من حق الرأي العام أنه يعرف تفاصيل هذه القضية ترجمة نانسي قنقر